بعد نكسة الخروج المبكر والمر من مونديال روسيا 2018 سيكون الموعد هذا الثلاثاء مع مباراة ودية ستجمع المنتخب الوطني الجزائري مع نظره منتخب إفريقيا الوسطى على ملعب 5 جوليا الأولمبي شعبية منتخب المحاربين تراجعت بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة نتاج السقوط الحر للخضر من مباراة لأخرى في تصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا عزوف الجماهير عن تقديم الدعم المناسب لرفقاء رياض محرز لم يكن وليد الصدفة بل جاء اليؤكد للجميع أن المنتخب الوطني صار اليوم وحيدا كيف لا وعدد التذاكر التي بيعت في صباح الباكر الذي يسبق ودية إفريقيا الوسطى لم يتعد العشرين التذكير المباراة وإن كانت شكلية ودية بين المنتخبين إلى أنها موعد لاختبار آخر هو الثاني من نوعه للناخب الوطني رابح ماجر ولتشكيلته الجديدة المكونة من عدد من المحليين والمحترفين الودية ستكون بمثابة حقنة مهدئة لأعصاب الملايين من الجزائريين ولا شك في أن الفوز على منتخب الأحوش البرية صهرة الثلاثاء سيعطي المدرب ماجر ولعبه دفعة إيجابية نحو العمل على إعادة المحاربين إلى السكة الصحيحة